الرجل ده مختلف بقى فيش حد زيه محد سبقني فيها خالص ومحدش قال لأنا قلته نسف كل الكلام القديم في الطب الكلام المتخلف اللي عاف عليه الزمن كلام الدكاترة اللي زهقونا بشرب المية 3 لتر في اليوم 3 لتر مية ليه أنا باشرق بقى شجرة موز والخضار اللي عرفونا بيه خيار وصلطة وخص وحاجات ملهاش طعم ولا ريحة الخضار مش مهم اقوي الاخدر ده مش مهم ولا الشوكولاتات اللي طول عمرهم حرمنا منها ومن السكريات والحلويات والكنافة والبسبوسة والمربى والحلاوة والنوتيلة مسموح تاني بالحلويات بقى زي المربى العسل الشوكولاتات زي النوتيلة وكلامه ده مش من فراغ ده مش واحد قرى كلمتين وخلاص ده دكتور بجد ومش اي دكتور كمان ده دكتور رعاية مركزة انا دكتور رعاية مركزة بقالي اكتر من 20 سنة بغدم المجال ده يعني شاف الامراض في اصعب حالتها شفت عينين في مختلف الامراض بمختلف التخصصات في اسوأ الحالات وقعد وفكر فكرت في منشأ الامراض ايه اللي خلال الامراض تبقى كتير بالشكل ده وطلع لنا بعلاج نهائي لكل حاجة كل الامراض اللي محدش عارف يعالجها هو قدر يعالجها لو انا فشلت ان انا عالجك محدش تني يعرفي عالجك اه والاجمل من كل اللي فات ده ان العلاجات بتاعته سهلة قوي وكلها عن طريق الاكل نظام اكل جديد نظام الطيبات نظام الطيبات الكلام ده طب والعاك ولو هو عاك ازاي استاذ دكتور بيعوك وازاي لسه شغال في جمعة عين شمس العريقة المرموقة المحترمة وازاي يعني الراجل عمل ابحاث ودراسات وبعدين تقولوا عليه بيعوك وازاي عالج بنظام الطيبات بس حالات الفشل الكلوي اللي كانت بتغسل ثلاث مرات في الأسبوع وخلها تغسل مرة واحدة وحالات السكر من النوع الأول والعقم وغيرهم وغيرهم الموضوع كبير وترند واللي كنا فاكرينه صحة طلع غلط واللي كنا فاكرينه غلط طلع صح الفراح والخضار والمية طلعوا غلط والمربة والشوكولاتة والبسبوسة طلعوا صح ركزوا معايا في حلقة جديدة من برنامج طب والعك في موضوع طلبتوا مني كتير قوي في رسائل واتساب وإيميلات وتعليقات ورسائل فيسبوك ومسنجر وتليجرام وتويتر وغيرهم من بريطانيا دكتور محمد نصور طبيب البطنة والكلة وحناة الدولة وخلينا نبدأ بإننا نتعرف على الراجل دي خدت لقب مدرس في كلية الطب قسم رعال مركزة كلام جميل يا أهلا وسهلا يا دكتور طيب حضرتك يا دكتور بتعالج أمراض ايه؟ ما تعرفهش تعالجت معي بفضل الله الحمد لله ما شاء الله تبيعالج كل حاجة الأمراض اللي نعرفها هو اللي ما نعرفهش بس يا دكتور الحالات اللي راحت لأسدها في تخصصتهم ومعرفوش يعالجوها مش معقولة يعني حضرتك هتعالجتها زي أينشتاين كده أيوه زي أينشتاين يبقى لازم نتعرف على نظام الطيبات بتاعه ونسأل ايه هي الأكلات المفيدة او المسموحة في نظام الطيبات القشطة والشبسي والبطاطس المحمرة والعصير المعلبة والحلوة الطحينية وحلوة المولد والبسبوسة المربة العسل الشوكولاتات زي النوتيلة والسجاير والخمرة والحشيش والترامدول ما جاتش على دول يا راجل ما فرقتش يعني بس أكيد السكر والملح مش مسموحات مثلا ده مالين الأدلة والشواهد والدراسات أثبتت أن زيادة السكر في الأكل واحدة من أهم أسباب السمنة اللي بتسبب تقريبا كل الأمراض قلبه وضغطه وسكر وجلطات والتهاب مفاصل وحتى سرطانات وكمان ثابت علميا أن زيادة الملح في الأكل بترفع الضغط اللي بيسبب جلطات القلب وجلطات المخ وفشل القلب ونزيف العين وغيره عشان كده حتى الناس بتسمي دي السموم البيضة صح؟ السموم البيضة مش ثلاثة السموم البيضة واحد الملح بالسم السكر الأبيض بالسم نعم إزاي طيب؟ ولا عمري اعترفت حتى بمصطلح نشويات كلمة نشويات يعني تحط عيش مكارونا رز بطاطس كل دول سموم نشويات كلام مش صح إيه ده لا بجد أنا أنا مش فاهم يعني أنا بحاول أفهم والله يعني إيه مش معترف بمصطلح نشويات دي دي كيميا عضوية حضرتك مش قراءة فلسفية علمي يعني مش مزاج يعني أنا لما لقي في الشارع الثلاثة عربيات ركنين جنب بعض مرسيدي سوفيجو وتيوتا ما ينفعش أقول عليهم عربيات عشان حضرتك مش معترف إن هم عربيات لا هي عربية غصبة عن أي حد بعدما عندها أربع عجلات وشكلها عربية وفيها موتور وبتمشي تبقى عربية انت ممكن تحب الياباني تكره الصيني تقول الألماني أفخم الفرنساوي لكن هم عربيات عجبك أو مش عجبك ما تفكرش إن شركات العربيات دلوقتي قاعدة حتى قضيها على قلبها وبتقول يا ترى يا رب دكتور ضياء هيعترف بعربياتنا إنها عربيات ولا هنضطر نبيعها إنها عجل ولا تلجأت ولا إيه الحكاية حضرتك مفكر إن نشويات قاعدة مستنياك تعترف بيها عشان تبقى نشويات هي اسمها نشويات نوع من الكربوهايدرات فيه كربون وهايدروجين وأكسجن ولما بتكسر بتدينها جلوكوس ولما بتضعها سمغة أيودين بتدينها لون أزرق بس كده مش محتاجة فلسفة انتوا تأكدين يا جماعة من الرجل اللي دخل سنة ويأخذ علوم زينا؟ وبعدين لما هي دي المسموحات إيه يا بقى الممنوعات في نظر الطيبات ده طيب؟ البيض واللبن والزبادي والفراخ والخيار والخص والجرجير والفلفل الملون؟ أعراض أطفالك كلها اللي بتشتكي منها ثلاث باولي أحلام وكوابيس مزعجة الآلع عندها فوبياس نفسيتها تأخرها الأوتزم الـ ADHD كل اللي بيظهر في سنة أطفالك وهما صغيرين وانت مش عارف سبب فكروا نفسي كل من وراء الأكل مفيش طفل بيأكل فراخ ما بيحامش الكوابيس هيدا معقولة؟ كل الأمراض النفسية دي طلع سببها الفراخ؟ الكوابيس والقلق والتوتر والتوحد وفرط الحركة؟ الأوتزم والـ ADHD؟ وأنا اللي قاعد أقرأ أبحاث وشوف دراسات وأتكلم مع خبرة وأسد الطب نفسي ومتخصصين علاج توحد ومتخصصين تخاطب وأشوف ناس بتحقق تحسن كويس مع الأطفال دول وكثير منهم فعلا بيتحسن أنه بيعيش حياة طبيعية سواء بعلاج سلوكي أو نفسي أو حتى أدوية وتطلع المشكلة كلها في الفراخ يعني العلم بقاله سنين قاعد يدور في أسباب التوحد وفرط الحركة والتوتر عند الأطفال ويلاقي عوامل وراثية موجودة في الجينات بتأثر على تطور المخ في بعض الحالات أو بتأثر على تكسير الكاتيكولامينز في حالات تانية ويلاقي عوامل في البيئة بسبب عمف أب أو أم أو بفصال أو خناءات أو ضغوط نفسية أو طفل وحيد تربى في بيئة منعزلة بسبب غربة الأهل أو تنمر أو تحرش بالطفل وهو صغير أو أزعى تعرض له أو حتى التعرض للدخان السجاير أو 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 الطفل يأكل الظهر سليس البيتزا بالليل يكون بكحة وعند كحة بلغة مسخنية لا 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 أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أفعل ذلك حسناً يا جماعة لكي خطر العلم وكي خطر أولادنا دعونا نقوم بعمل تجربة علمية كلنا اليوم يريد أن كل واحد يرى هذا الفيديو اليوم يدي ابنه أو ابنته سليس البيتزا ونتابع حرارتهم لغاية بالليل على مدار اليوم المفروض حسب نظرية دكتور أينشتاين أن كل الأطفال حرارتها تزيد وحيبدأ يجي لهم كحة وبلغة على ما يجي لها أنا عايز أقول لكم بصراحة أن أنا ما استحملتش أستنى لغاية مساجل الفيديو وديت أولادي كلهم بيتزا بارح أكتر من سليس بصراحة والغريب أن محدش فيهم لا حرارته زادت ولا جاء له كحة ببلغة جراء يا دكتور أينشتاين ده أنت استنتاجاتك طلعت ولا استنتاجات دكتور أحمد أمين في الوصية شو لاحظة أن الأدوية معظمة بتنتهي بإين؟ مورفين، ترميسين، إنسولين الأدوية اللي أنت قلتها دي كلها بتيجي من البروتين ففيها إين؟ معادة الأنتنال عشان بتاع إسهال بس أنا برضو عايز أعرف إنت إزاي تأكدت أن الأمراض كلها سببها الأكل؟ يعني الدليل بتاعك إيه؟ الدليل بتاعك هو للحوادية القديمة فلان صحي كان كسرت خبز في شوية زيته مشي فلان راح عمل مشوار ورحلة طويلة عريضة مكانش فيها غير صامرة فاكهة ولا عن قدانة يعني دليلك أن الناس الزمان كانت بتاكل أكل طبيعي وما بتمردش؟ هل أنت متأكد أنك قريت كويس؟ أصلاً عادي قريت بصراحة أن الناس الزمان كان كثير جداً بيجي لهم سوق تخزين وكان بيجي لهم أمراض كثير وكانوا بيموتوا بيها أمراض أصلاً لما بتجي لنا دلوقتي بنعالجها بسهولة بحبيتين مضاد حيوي وبنعيش عادي بعدها وحتى ما بإنش بنعتبرها أمراض خطيرة وحكيت الكلام ده بالتفصيل في فيديو تاريخ تطور الطب فده مش دليل إن أكلهم كان سبب لإنعدام الأمراض مثلاً ولا عندك دليل أقوى؟ سيدنا نوح قاعد بنى سفينة في ألف سنة وعمره ما قال لهم الدنيا الأوميجا ثري من على العاكومودين لا حصل تصدق، لأ فعلاً دليل قوي يعني سيدنا نوح قاعد لهم الدنيا الأوميجا ثري من على الكومودينو المعلاقات ممكن ان اعرف حضيرته تحت قدم المعلومة من أي أنت كومودينو من على التفصيل يعني مكتوبة في القرآن طبيع hypocrisyteops من هذه الكتب اللي انعرفها وصلت لنا فيها قصة سيدنا نوح وعلى حد علمي اني من لايكو من هم سيدنا نوح يكن تأكل مذكور ما؟ وهل كان يأكل كومودين؟ ولا لأ وهل كان عندك مدينو ولا لأ وهل كان بيتبع مثلا نظام الطيبات بتاع حضرتك ولا لأ لا 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 ده أكيد كلام فاضي وإنت شكلك بس كنت مصطبح أو مش ملكز أو متقل شوية في نظام الطيبات بتاعك بالليل فيعني تأثر على تركيزك قدام الكاميرا أكيد عندك دليل أقوى دليل حقيقي على أن النظام بتاعك ده اللي أنت بتجربه في الناس المريضة اللي بتتعلق بأشاية دي وثقت فيك دي أكيد عندك دليل أقوى صح يقول لي بصراحة جبت نظام الطيبات ده منين يعني عرفت منين أن الفاصوليا واللوبيا والفول مضرين الإنسان وإد قلتم يا موسى لن أصبر على طعام وحش فادعنا ربك يقرجنا مما تنبط الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصليها فالح تستبدون هذه هو أدنى بالذي هو خيب أدنى أدنى مش يعني أدنى الطعام ما قالش أدنى وأفضل أدنى الطعام هذا هو أدنى الطعام موجودة طبعا تمام وضرب عليهم الظلة والمسكنة آه أوكي يعني دكتور أينشتاين اكتشف أن ربنا لم بني إسرائيل أن هما بيطلبوا الفول والعدس بدل المن والسلوى فبدل ما يتعلم الدرس مثلا أنه المفروض يقبل الخير اللي ربنا اخترهوله وما يعملش زي بني إسرائيل لا هو قال لك دي الآية دي نزلة علشان نعمل منها ضايت وبناء عليه يبقى اللوبيا والفاصوليا والفول مضرين واللي يأكلهم تضرب عليه الظلة والمسكنة يعني يجيلوا المرض ضربوا عليه طيب دكتور أينشتاين ما تكمل قرية القرآن بقى وتظبط الضايت بتاعتك ما هو ربنا نهى سيدنا آدم عن شجرة التفاح يبقى التفاح مضر واللي يأكله يخرج من جنة الصحة ويعيش في المرض ونهى بني إسرائيل عن صيد السمك يوم السبت يبقى السمك مفيد طول الأسبوع لكن يوم السبت السمك مضر ويجيب المرض انت بتفهم القرآن إزاي بس ده قرآن يا عم ده كلام ربنا ده مش كتاب واصفات الشيف شربيني بالثانية واحدة بس يعني دكتور أينشتاين اللي احنا كنا فاكرينه عمل أبحاث ووصل لعلوم محدش يعرفها طلع في الآخر فتح المصحف وقرأ ايتين ومخه سواحه ففصرهم تفسير غلط وبناء عليه رح مطلع من دماغه نظام غذائي ويشغال بيه ويعالج بين الناس وكمان رح ملبس عليهم كلمتين علميا وطبيا غلط زي مثلا ايه؟ ان الفول هو سبب أنيميا الفول وان الفول هو سبب القولون العصبي معينا أي دكتور هيبقى عارف ان المعلومة الأولانية غلط تماما وان اسم أنيميا الفول ده أصلا اسم غلط اسمها جي سيكس بي دي وأسبابها حاجات كتير جدا غير الفول وان المعلومة التانية نقصة جدا وان بعض الناس بس هما اللي بيجي لهم اضطراب في القولون لما يأكلوا أكلات معينة من ضمنها الفول بنسميها الفودماب يعني مش كل الناس بتتعب مع الفول ولا حتى كل الناس اللي عندها قولون عصبي بتتعب مع الفول فلما حد بيتعب مع الفول دول بس اللي بنقولهم يوقفوا الفول أو غيره من المكونات اللي سببت لهم مشاكل وده شيء طبيعي أي حاجة بتسبب تحسس أو مشكلة بنوقفها حتى لو كانت أحسن أكل زي العسل أو اللبن أو الفراولة أو الموز أو غيره بس الحكاية التفسير للقرآن دي قصة تانية وربنا سبحانه وتعالى بقولهم أنا جايب لكم سمان وجايب لكم أن وسألوا عارضك بص أهولي سألوا وانتو عايزة تاكلوا فوق لا لا استنى بس إنما يعني مش معناها نرفو حاجة وحشة أوكي خلينا تفسير القرآن ده نتركه لرجاله الضريف واللي عجبني أن زي ما شفته كده أستاذ محمود سعد أخذ باله من العكل اللي بيحصل فقال له إيه نسيب التفسير لأهل التفسير أحسن وقال له كمان أن ربنا قال الذي هو أدنى الفول والعدس أقل من السمان لكن ما قالش أنه أكل مضر مثلا أو بيجيب أمراض لكن دكتور أينشتاين مصر يفسر على مزاجه ومصر يكمل عشان نظام الطيبات بتاعه يمشي لا 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 ده كده نسميه نظام الخبائس بقى مش الطيبات مدام أنت عايز أي اسم ديني وخلاص يبقى الخبائس لايئة أكتر على التجميع العجيبة بتاع تجبيه وبعدين ما ده من نظام الطيبات بتاعك ده جاي من القرآن طب فين الآية اللي بتتكلم عن فوايد البسبوسة والنوتيلا ولا هو أي هاتش وخلاص وفين الآيات اللي بتكلمنا عن أضرار الخضروات الورائية وأضرار الفراخ هد فيكو فتكر عن مجودة اللي كان بيطلع أي حاجة مكتوبة في القرآن ويعملها عصير ويسميه بقى المشروب الفضي المشروب الدهبي السلاسي الخماسي أي حاجة المهم أنها مذكورة في القرآن ولا فاكرين أمين صبري اللي بعد ما فشل في الكلية وفي التعليم فتح المصحف وقرى كلمتين فهمهم غلط برضو وبناء عليه اكتشف أن التبرع بالدم حرام ومضر ولا جميل قدسي اللي جمع الفواكه المذكورة في القرآن وبدأ يكتشف أسرارها الكمترا شبه الرحم تبقى علاج للعقم عين الجمل شبه المخ تبقى علاج لضعف الزاكرة الفاصوليا شبه الكليا تبقى علاج لفشل الكلوي سهلا وهو أي هبد جميل باسم الدين وإحنا طيبين وبنسدق لكن في ملاحظة غريبة حتلاحظوها في فيديوهاته ما قدرتش لقيلها تفسير أنه دايما بيتكلم عن مشكلتين بيقولوا أنهما منتشرين جدا مع أن نسبتهم لا تتعدى 1-2% تقريبا من الشباب السلس البولي وتأخر البلوغ وكمان بركز على أن الفراخ هي سبب كل الأمراض والمشاكل بدون ما يقول أي دليل على الكلام ده ومع أن الناس كلها بتأكل الفراخ ومعندهش مشاكل أنا قلت أسأل صديقي برد أحسن ذكاء صناعي في العالم وكانت إجابته أن ده يأما بسبب اضطراب عقلي أو مشكلة نفسية يأما أن الشخص ده عانى من حدثة أو صدمة وهو صغير وكان لها علاقة بالفراخ أثرت على تفكيره وعلى تصوره للعالم صدمة وهو صغير فراخ سلس بولي تأخر بلوغ مش فيه طيب نظام الطيبات وطلع كله خبائس وكل عك لكن برضو يا دكتور يا إخوانا يمكن لما يعالج الأمراض بقى تكون الناس بتتحسن مثلا مش معقولة تكون علاجات وهي كمان عاك مؤعظم الأمرض الحركة تعرفه وقفنا لها الدواء من عدد السكر والضغط ارتجاع المريء خولون العصبي السكر النوعين 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 يعالجته زي بالأكل امتنع عن واحد اثنين ثلاثة وبطل الدواء خلاص بيوقف الإنسولين لمرضى السكر من النوع الأول وبيعالجهم بالأكل طيب بص أنا طبعا بعالج مرضى سكر من النوع الأول كتير وعمري ما سمعت أن فيه حد في الدنيا عالجهم بدون دواء بس مش مهم كلامي روحت راجعت الأبحاث والأخبار والتاريخ في العالم كله لقيت أن آخر مرة حد بعالج مريض سكر من النوع الأول بدون إنسولين أو مضخة أو زراعة كان قبل سنة 1919 وكانوا دكاترة أمريكان دكتور ألن ودكتور جوزلن كانوا بيسموها حمية المجاعة ستارفشان دايت كانوا بيمنعوا الأطفال من الأكل تماما تقريبا كانوا بيمنعوهم من الأكل تقريبا نهائيا وكانوا الأطفال يعيني برضو بيموتوا خلال شهور لسنوات بعد ما يتحولوا الجلد على عض فلو حضرتك عليك طفل واحد بس من السكر من النوع الأول ابعت الحالة دي لأي مجلة علمية محترمة وستأخذ نوبل بكرة دا مش هيستنوا معاد حفلة نوبل السنة الجاي عشان يدوك الجايزة دا حيدوها لك بكرة بس مش مرضى السكر بس هما اللي تحسنوا معاه دا بيحكي عن أطفال رحوله بعد ما داخوا مع غيره طفلة كمان اسمها فريدة عندها سنة عندها موتيشنل ارتفرة جينية مش متسمية لأنها أول كيس هما يشوفوها عندها مشكلة في الامتصاص على مدار الأمعاء الدقيقة كلها بداية من الاثنى عشر اسهال بصفة مستمرة تم عرضها علي الحمد لله من شهر شعرها تقل وكسفت وزادت طول وزاد بدأت تتكلم دلوقتي بقى فيه كونتاكت مع عمامتها مش عارفين يسكتوها بدأت تقل لوحدها اتجوزت وخلفت أربع عيال خلصت ماجستير ودكتوراه فتحت شركة استراد وتصدير ودلوقتي راكبها مركبة فضائية وطلع عالمريق كل ده حصل للبنت في قد ايه؟ قلتلي مامتها جبتها لك امتا؟ اتم عرضها علي الحمد لله من شهر ما شاء الله في شهر وبعد ما كل أسد الطب الأطفال في مصر على كلامك فشلوا في علاجها وفشلوا حتى في تشخيصها وقالوا انها طفرة جديدة أول مرة تحصل انت فاهم أصلا يعني ايه تشخص طفل بطفرة جينية أول مرة تحصل انت بتقول طفرة جينية أول مرة تحصل عشان بنت عندها سنة عندها إسهال وممتاكلش راحت لدكتور أطفال إدها ده وإسهال ما تحسنش؟ حضرتك تطلع تسميها طفرة جينية أول مرة تحصل في العالم؟ الكلام ده يتقلع الرصيف مش دكتور متعلم يقوله طفرة جينية دي معناها ان البنت اتعمل لها كل التحاليل الأولية والمتخصصة وتعمل لها كل الأشعات المقطعية والرنين والمناظير والقولون وفمه وغيره وبعدين لما تأكدنا ان ده مش مرض ولا متلازمة نحن نعرفها نقوم نعمل للبنت فحص جيني ونلاقي اختلافات أو طفرة جديدة نعرف نحدد مكانها وشكلها في جينات البنت وساعتها بقى لو ده حصل فعلاً فالبنت دي حالتها حتتنشر في أي مجلة علمية تتبعت لها بدون أي صعوبة وهتبقى حالة بتتدرس وهتتسمى باسم مش حنصرها من غير اسم وهتتسجل كحالة طبية جديدة صفاتها الوراثية كذا وصفاتها الشكلية كذا مش أول دكتور أطفالي قابلها عندها إسهال يقول لي حالة غريبة ومش عارفين اسمها فجدناها يعلاج إسهال وما خفتش فنقوم نبعطها لحضرتك وحضرتك تقول لها كلي نوتلا يا توتو كلي بسبوسة يا نغة بطالي فراخية حلو وحتيبقي جميلة إن شاء الله أنتوا متأكدين يا إخوانا أن الرجل ده دخل كله الطب بس سيبك مني أنا ومن كلامي هو أنا فاهم إيه في الطب هو أنا يعني عشان استشاري في تخصصين في مصر من سنين ولا عشان شغال في إنجلترا ودربت تدريب الاختصاص العالي في تخصصين برضو هنا في إنجلترا ولا عشان شهادات ولا بردات ولا عشان اشتغلت رعاية مركزة زيك برضو على فكرة يبقى أنا يعني فاهم حاجة أكيد أنت اللي فاهم فأنت بعد ما عليكت البنت اللي عندها طفرة جينية ندرة على كلامك والبنت دلوقتي على كلامك برضو سننت وقعدت وأكلت وكبرت وتحسنت وتجوزت ودخلت الجيش بسم الله ما شاء الله كل المطلوب منك بس إنك تبعد بيها تقرير صغير خالص باسم كيس ريبورت لأي مجلة علمية الكيس ريبورت ده أي دكتور امتياز في أول حيات ويعرف يكتبه ومش محتاج تجهيزات مثلا ولا مصاريف ولا تجهيزات دول زي ما أنت بتقول ولا حاجة وحساعدك يا سيدي وحسيب لك مخصوص روابط لمجلات بتقبل كيس ريبورت عشان أسهل عليك الموضوع أهو هتلاقيها في وصف الفيديو ما لكش حجة أهو فلو كلامك ده صدق مش كذب وأنا متأكد أنك صادق طبعا هتجذب ليه عشان يعني شهرة ولا مشاهدات ولا عشان المرضى يصدقوا أن عندك علاجات لكل حاجة ويجوا يتعالجوا عندك مش معقولة يعني يا الطب أمانة مش كده ولا إيه فلو أنت صادق يبقى كلها أسبوعين ونلاقي حلاتك دي تنشرت في مجلات علمية ونلاقي العالم كله بيتكلم عن العالم المصري اللي اكتشف علاجات للأمراض المستعصية كلها والسنة الجاية إن شاء الله تكون أخدت جهازة نوبل في الطب غير كده تبقى نصاد وعشان ما بقاش برضو قصرت معاك في أي حاجة فلو أنت مش فاهم أصلا يعني إيه كيز ريبورد أو مش فاهم أي حاجة في البحث العلمي فحسيب لك فيديو شرحت فيه بالتفصيل وبشكل مبسط جدا في فيلم كارتون يعني إيه بحث علمي ويعني إيه أنواعه ومراحله وإزاي تنشر حالة زي بتاعتك دي يلا ما لكس حجة بقى ابعت وانشر ونوبل مستنياك إلا لو أنت نصاب أنا بصراحة مرضيتش أجيب حتت بيهبد فيها في صمين تحصوصي في أمراض الكلام عشان عيب والله قلبي وجعني من الهبد مع الجهل مع الثقة اللامة تناهية والبرانوية والشعور بالعظمة خليت تعجيب بصراحة عايزين تشوفوا حتة بسرعة حاضر أنا معي حالة فشل كالوي كانت بتخسل ثلاث مرات في الأسبوع بتخسل مرة واحدة ومرتين حتى الفشل الكلوي تحسن يا الله نفس اللعبة الأديمة اللي سبقوا فيها نصابين كتير وبتحاكوا بيها على الغلابة بيشتغل على مرضى الفشل الكلوي الناس اللي خلاص كليتينهم مش شغالين نهائي وبيروخوا مراكز الكلا يغسلوا دمهم ثلاث مرات في الأسبوع على مكان الغسيل لما مريض منهم بيكلم دكتور فرانكشتاين ما هو خلاص بقى ما طالعش أينشتاين ولا حاجة يقوم دكتور فرانكشتاين يبدأ معنظم الخبائس بتاعه ويبدأ المريض يأكل واسبوسة وشكولاتة وجبن وفواكه وعصائر معلبة طبعا أي دكتور كلا سامعني يفاهم يعني إيه جبن وفواكه وعصائر معلبة لمريض بيغسل كلا وإزاي إن الحاجات دي ممكن تموته في لحظة بسبب جرعة البوتاسيوم اللي في الشوكولاتة والفواكه أو على الأقل تجيب له أعراض تخلي عشته لا تطاق بسبب الفوسفور العالي اللي في الجبن والحاجات المعلبة المهم بعد ما يبدأهم على نظام الخبائس يقول لهم بس من النهاردة حتغسلوا غسلتين في الأسبوع بدل ثلاثة وممكن كمان غسلة واحدة بدل ثلاثة طبعا المريض المسكين يفرح وينبسط ويدعي للدكتور الجميل الطيب اللي أنقذه من غسيل الكلا والمسكين مش عارف إن قلة الغسيل دي بتعلي مستوى السموم في جسمه وإن جسم الإنسان محتاج على الأقل 12 ساعة في الأسبوع على 3 جلسات كل جلسة 4 ساعات عشان السموم اللي في الدم تخرج وإن دكتور فرانكشتاين ده كده بيموته بالبطيق ويأثر عمره وبيجيب له كل مضاعفات مرض الكلا بس بدري بيدمر له عضلة القلب وشرائين المخ بدري بس مش مهم المهم إن المريض فرحان ويدفع وكمان المريض المسكين ده ممكن يطلع معاه بعد كده في لايف يقول إنه بفضل دكتور فرانكشتاين قل الجلسات غسيل الكلا ما لو على كده يا حبيبي أنا من بكرة ممكن نروح لكل مرضى غسيل الكلا بتوعي وأقول لهم من بكرة نغسل غسلة واحدة في الأسبوع أو غسلتين في الأسبوع واتخذ بالأحضان بس بقى تسببت في إنهم كلهم كده يموتوا بدري أو يجي لهم مضاعفات بدري ممكن على الأقل عشان خطري تهبت بعيد عن مرضى الكلا؟ زي الأميلويد ما ديها مشاكل تغزوية زي فابري سندروم متلازمة فابري الحاجات دي كلها عالجتها على فكرة بسم الله ما شاء الله عالجت أميلويد وفابري بالأكل ومن غير علاج؟ انت عارف إن الحالات دي كتير منها مش بتخفوا أصلا بالعلاج؟ وبعضها بيموت بفشل القلب أو فشل الكلا لو ما تشخصتش مدري؟ انت عارف إن علاج مرض فابري 8 وفوق 300 ألف دولار في السنة الواحدة للمريض؟ وإن المريض بيمشي عليه العمر كله؟ انت عالجتهم من غير دواء؟ بسم الله ما شاء الله لأ ده انت لازم تنشر الحالات دي هتبقى أغنى واحد في العالم ونوب المستنيات مش قصلي تنشر على يوتيوب زي ما بتعمل عشان تجيب مشاهدات وتجيب مرضى تانين تنصب عليهم لا قصلي تنشر في مجلة علمية محترمة عشان الناس بتفهم تراجع وراك وتشوف انت فعلا عالجتهم ولا ضحكت عليهم وأخدت فلوسهم والعينين ما تحسنوش غير بس نفسيا بالتأثير الوهمي ممكن تجاوبني وتقول لي إزاي لما واحد عنده أميلويد ولا فابري قلبه ولا كليته بازت ممكن تقول لي صلحتها إزاي؟ يعني إيه دليلك أنك صلحت الكليا أو القلب؟ يعني عملت له إيكو على القلب؟ ولا قلت أن القلب فعلا تحسن بعد ما كتبت له روشدة بسبوسة ومنعت عنه الفراخ؟ ولا عملت له تحليل وظائف كليا ولا قلتها تحسنت بعد روشدة النوتيلة؟ حلو يا ريت انشر بقى التحليل قبل وبعد وبقول لك نوبل المستنيات؟ اللي أنا كنت مستعرابه في الأول هو كم المزيعين وقنوات اللي استضافته عشان يقول كلام غريب يعني عشان الناس عندها نقص فيتامينات ووزنها زايد أقوم أقول أن السبب هو الصلطة والمية؟ مش أقول مثلاً أن الصلطة والمية هم الحاجات الصح اللي الناس بتعملها؟ ولولاهم كان زمان نقص فيتامينات أكتر وأوزان الناس أعلى؟ يعني السبب مش السكريات والحلويات والزيوت وقلة الحركة وقلة الرياضة والقاعدة على الموبايلات مثلاً؟ لا الصلطة والمية هم السبب رابو علي تصدق فعلاً عنده حق إحنا لو جبنا اتنين واحد منهم خلنا يأكل بسبوسة وشكولاتة وحلويات كل يوم لمدة شهر والتاني يأكل صلطة ويشرب مية بس لمدة شهر فعلاً هنلاقي اللي بيأكل صلطة ومية تخن وطلع له كرش واللي بيأكل بسبوسة وحلويات ونوتيلة خاص وطلع له سيكس باكس عنده حق انت فعلاً قويس؟ قل اه فعلاً قويس؟ لكن المزيع المحترم اللي ريح قلبي بصراحة هو أستاذ محمود سعد وأنا شخصياً بصراحة باحترمه وباحترم ثقافته ويمكن من أكتر المزيعين ومقدمي البرامج اللي باحترمه في مصر بعد ما استضافه في الفيديو اللي شفنا حدث منه أستاذ محمود سعد عمل فيديو تاني يحكي فيه حقيقة اللحظة وخلينا نسمع من أستاذ محمود سعد نفسه وحاسب لكم رابط الفيديو بتاعه في وصف الفيديو تتفرج عليه براحتر ما حصلت بنا ان انا تشابك في الحوار لانه انا توقفت عنده عند انه قدم بحث يا دكتور فقول لا مشاق مفيش ابحثه مفيش بتاعه انا عامل دقات تجارب على مرضى وعندي تجارب وقدر اقدم يا دكتور لازم بقفيه حسابة ناقش ناقشة كده الله عليك جبت الخلاصة والله يا صدر محمود لانه في نقطة في منطقة خطورة في الموضوع ودي انا ارتهاله في التسجيل وبره تسجيل انه ما ينفعش ابدا ان انا اجرب او اقول للمريض واقف الدواء بتاع الضغط واقف الدواء بتاع السكر وانا علجت بالاكل اللي لما يكون عندي دراسة ما تجربناه على الارانب وعالفران وعلى البني الادمين اللي بيتطوعه على كذا وانقرده وانطلعه انه ما عشواء كده ما ينفعش ما سمعتوش خالص في العالم بصراحة يعني هي تموتها الخطورة انك ممكن تقوقف الده والسكرار اللي يجيله غايبوبة ايه الجمال ده يا صدر محمود قلت كل حاجة والله لا واشوفوا الجمال لما صدر محمود سعد بيشرح له حتى في فيديو الاولاني اللي استضافوا فيه زي ما يكون بيشرح لطالب في قول عدادي من العيال اللي عندهم مشاكل في دماغهم وفاكرين نفسهم عبقرة عارفين العيال اللي بنشوفهم كل شوية على صفحات المواقع التعبانة تلاقي طالب في سنوي اخترع قطار يسير بسرعة اكبر من سرعة السقط طالبة في اداب الفيوم تخترع صاروخ فضائي وغالباً الحاجات دي بتبقى ترند وبنضحك عليها يومين وبتروح فاستاذ محمود سعد قاعد بيشرح له زي ما بنشرح للعيال دول ان الدنيا مش بتمشي كده يا حبيبي اسمعوا دي منفروض تعمل لها ورقة بحثية عشان تتنشر في المجالات التبقية العالمية وتتعلن كبرت في نظري وفي نظر متابعينك زيادة يا أستاذ محمود في أي بلد محترمة في العالم بتخاف على ناسها وبتحترم مرضاها لازم نقابة الأطباء وزارة الصحة تفتح تحقيق فوري في الكلام ده يعني الجهات المسؤولة تشوف اي الحكاية فانا كنت متصور انه الدكاترة قربت الأطباء هتبعت له تعالى دكتور تفضل عندنا قولنا انت بتعمل ايه ونشوف الحكاية دي ايه لان هو انا قلت له الكلام ده هو اعترض عليه قلت له انت بتعملش حال جديد انت بتعمل تغزية علاجية التغزية العاجية موجودة في العالم كله بلا سنين وشغل فيها دكاترة بثير او والحمد لله فعلا لقيت اخبار كتير عن ان عيابته تقفلت واخبار عن ان جامعة عين شمس بتنهي التعاقد معاه كلام محترم من جامعة محترمة لكن لسه كمان لازم نشوف نقابة الأطباء بتحقق في الموضوع لان ارواح الناس مش لعبة والمريض بيتعلق بأشاية ولو مات يبقى زنبه في رقبة كل اللي شاف اللي بيحصل وكان عارف كويس انه نصب وسكت احنا ممكن نقعد نتفرج على العك ده لحد بكرة ومش حنخل واحد قاعد لايف على يوتيوب 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الأسبوع بيعمل لايف كل ساعتين اللي قدامك دي قناة واحدة من قناتين بتقعه على يوتيوب وفي القناة دي الواحدة بيطلع 3 مرات لايف في اليوم وفي كل لايف غلطاته عكب الجملة تقولي طب هو ليه بيعمل كده اقولك انت قدام واحد بيدور على الشهرة بكل الطرق ولانه زكي وعارف طريقه ومذاكر كويس خلطة الشهرة السحرية وماشي على الكتالوج فبدأ على طول ينفذ الخطوات زي الكتاب ما بيقول وماشي جديدة وغريبة ومحدش قالها قبل كده حتى لو انت عارف مية في المية انها غلط مش مهم المهم انها تفرقع والناس كلها تتكلم عنك يعني انا اصلا اول واحد قلت ان الخضر دي ممنوع اصلا ما يتكلش مش للبن قدمين اساسا ثاني خطوة سمع الناس الكلام اللي هم بيحبوه قولهم النوتيللا حلوة البسبوسة مفيدة الخضر يعع اللي عايز يخص يأكل سكر وبطاطس براحته فرح الناس ثالت خطوة احكي قصص ناس تحسنت معك واحكي عن الست اللي مكانتش عارفة تحمل رغم انها تجوزت سبع مرات لكن لما جاتلك العيادة ويا سبحان الله مع انها خلاص كانت تطلقت وما بقاش معها راجل لكن حملت في توقم عندك في العيادة عاية 12 كابل حمله كان عقم وما فيش مانع تطلع كم واحد من دول معك لايف في فيديوهات طلع معاك مثلا واحد كم مشلول وعاجز ومعاق وبمجرد انك تحط ايدك على راسه يوم يجري زي الحصار موضوع دي هكلفك شوية بس مش مشكلة اصرف دلوقتي هتلم أضعاف قدامك رابع خطوة ابعت لكل القنوات والمزيعين عشان تطلع معاهم سواء بفلوس او من غير فلوس بقولك اصرف دلوقتي على الشهرة ما تستخسرش بكرا فلوس هتجيلك أضعاف خامس خطوة ودي مهمة جدا دخل الدين في الموضوع بأي شكل الناس بتصدق اي حاجة عليها ختم الدين سمي الدايت بتاعك الطيبات دور على الايتين في القرآن والزقهم في كلامك بأي طريقة حتى لو مش راجبة المهم تخلي كلامك ما يبقاش كلامك انت ده كلام ربنا هنعترض عليك يبقى هنكفر بقى والعزو بالله اقولك رأي تاني رأي ربنا وقيت قلتم يا موسى لان نصبر على طعام واحد طب انا سدق مين الكتالوج الالهي ولا الكتالوج المصري بدأت تطلع لي أدلة قرآنية انا مكنتش عمري ما شفتها وخلص فلا بقيت مستقر نفسيا بعد كده سادس خطوة اللي يقولك فين الدليل على كلامك او انت جبت الكلام ده منين قوله لا مفيش دليل علمي ده فتح من ربنا معنى شريف قرآني يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدارسون سابعة خطوة نقول مبروك كده ضمنت الشهرة برافو عليك نجحت اقعد ورتاح ولم الفلوس وما تقلقش كده كده على ما الناس ما تجرب كلامك وتكتشف المنصب وتنفض من حواليك هيكون عد سنتين ولا ثلاثة ولما متلك فلوس حلوة تقدر تحطها في مشروع يجيب لك فلوس بقيت عمرك او لو انت زاكي شوية كمان تكون شفتلك حكاية تانية جديدة تعمل بيها فراعة جديدة بعد ما خصة القديمة ما تهرشت خلاص وتبدأ تضحك عن الناس بحاجة جديدة وسبوبة جديدة والرزق يحب الخفية وتعلم من اللي سبقوك اللي بدأ بنصايح ثورية للمذاكرة وازاي تذاكر وتتفوق ولما الناس اكتشفوا ان هو نفسه صائد في الكلية قال لك اخترع علم جديد وسمى ديناتولوجي ولما تكشف ان ده لا علم ولا يحزنون رح بدأ دين جديد وبقاله اتباع وبيبع لهم الوهم كل يوم بفلوس ولا اللي بدأ بنصايح تنمية بشرية ولما لقاها مش بتأكل عيش يا عيني والسوق مليان قال لك اقلب على العلاج النفسي ولما لقى نفسه مش فاهم ولا دارس علم نفسه مش نافع فيه بدأ تسجيلات ابتهالات وترانيم تساعد على النوم والاسترخاء ولما لقاها يا ولدي مش بتجيب فلوس قال لك بعالج بالطاقة ودي اللي دايما بتنجح في الاخر هتقول لي طب يعني هو يا دكتور مفيش احتمال مثلا ان دا يكون مفيد وفعلا يكون بيعالج كل حاجة واحنا اللي مش عارفين الطريقة بص انا مش هجاوبك على السؤال ده لكن انا هسألك سؤال وانت هتجاوب عن نفسك هو لو في ميكانيكي عمل قناة يوتيوب النهاردة وطلع يقول للناس على فكرة يا جماعة انا عرفت الحل لكل مشاكل العربيات اللي في العالم انا اكتشفت السر اللي محدش اكتشفه قبل هقول لكم على حاجة واحدة بس تعملوها وعربياتكم مش هيكون فيها اي مشاكل نهائي وبعدين قال لك على حاجة واحدة بس تعملها ايا كانت الحاجة دي ايه قال لك مثلا ام فخ عجل العربية وزوده واظبطه على 45 او اي حاجة زود زيت العربية المهم اختار حاجة معانا وقال لك انها دي حل المشاكل كل مشاكل العربيات يعني مفيش حاجة اسمها الموتور بايز او بيسرب زيت مفيش حاجة اسمها تيل الفرامل عايز يتغير ولا ترمستات فيه مشكلة ولا سنسور حركة ولا دورة مية ولا دورة زيت ولا اي حاجة الموضوع كله هو زبطة الهوا في العجل او الموضوع كله هو زود الزيت حاجة واحدة بس بتحل كل مشاكل العربيات هتقول عليه ايه عبيض مش كده بالزبط كل الامراض عندي انا ببصلها سوا ساي اي انسان عائل وعنده حتة مخ هيبقى عارف ان كل مشكلة لها سبب وان لو عايزين نعالج اي مشكلة لازم نلاقي السبب الاول ونشوف المتخصص فيه يصلح السبب ده بالطريقة المناسبة له ليه بقى لما حد بيقول الكلام العبيض ده في الطب مش بنقول عليه عبيض مع ان التعقيد اللي في خلية واحدة في جسمك او حتى في نواة خلية واحدة في جسمك قعد من كل الاجهزة اللي في كل العربيات ازاي هو نوع دايت معين بيصلح كل حاجة وبالذات لما يكون دايت ده اصلا مضر وغلق انت اصلا لو بصيت على دايت الخبائس ده هتلاقي ان كتير من الحاجات اللي هو بيسمح بيها هي في الحقيقة مضر لأكتر الناس زي السكر والحلويات بأنواعها والشبسي والعصير المعلبة وغيرها لكن هو بيعرف يقنعك بكلامه بانه يخلط كلمتين علميين على كلمتين انجليش على هبدة بلدي تقوم الهبدة بتعدي في النص بذات لو حضرتك مش متخصص وهتلاقي ان اغلب الحاجات اللي هو مناعها هي حاجات مفيدة لأغلب الناس زي اللبن والبيض والفراخ والفول وكتير من الخضروات والبطيخ والشمام اللي هو محرمهم وغيرهم اما بقى تفاصيل اللبن وهو مفيد ليه وممكن يكون مضر المين وامتة فداش هرحتوا بالتفصيل وبالادلة العلمية في فيديو هين اتفرج عليهم براحتك واما البيض اللي يعتبر من افضل مصادر البروتين فده تكلمت عنه بالتفصيل في فيديو مكملات الرياضيين برضو بالدليل العلمي وحاسب لك رابط الفيديو اللي عايز تفرج عليها هتقول لي يا دكتور يعني انت ضد الاكل الصحي ولا انت مش مقتنع ان غذائك هو دوائك وان انت ما تأكله ولا انت عايز تقول ان التغذية اصلا ملهاش دور في العلاج لا 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 بالعكس طبعا الكلام ده صح جدا والتغذية مهمة قبل العلاج للناس اللي صحتها سليمة ومهمة كجزء اساسي من العلاج لما يكون عندنا مرض وانا كطبيب بعالج المرضى هنا في مستشفيات انجلترا عدد كبير فعلا من مرضاية بحولهم بعد ما اكشف عليهم او نقعد مع بعض في العيادة بحولهم لديتيشن او مختص تغذية كجزء من برنامج العلاج بتاعهم بس تغذية علاجية مدروسة بناء على علم مش بناء على احلام او هلاوس بتيجي الواحد تقول له الخيار حرام والفراغ حرام وحتى المرضى اللي مش بحولهم على ديتيشن بيكون فيه جزء من وقتهم معايا في العيادة بنتكلم فيه بالتفصيل عن التغذية والرياضة واللايف ستايل بتاعهم وبنحاول نحسنه مع بعض ونتابعه مع بعض لانه جزء مهم جدا من العلاج خصوصا ان غالبية مرضاية هم مرضى ضغط او سكر او متلازمة ايد والنزول الوزن مهم جدا في علاجهم هتقول لي طيب ليه يا دكتور فيه ناس بتتابع الرجل ده اولا زي ما انت شايف اسلوبه مقنع ووثق جدا في نفسه والثقة دي للأسف بتطمنك وبتقنعك حتى لو هي غلط ثانيا وده مهم لان فيه كتير جدا من الحالات المرضية والمشاكل المنتشرة عندنا سببها اصلا نفسي فلما المريض اللي عنده اعراض مع الزباب ومطلع عينه والسببها نفسي يروح لحد يقنعه باي حاجة ايا كانت ايه الحاجة دي مدام عارف يقنعه يبقى المريض حيتحسن لان نفسي يتحسنه وده جزء من التأثير الوهمي او البلاسيبو اللي شرحته قبل كده بالتفصيل وعشان كده هتلاقي دكتور فرانكشتاين بيقول بكل فخر انا معالج بسبب 712 حالة فيبروميولجيا طبعا غالبا حالات الفيبروميولجيا هتتحسن معك وهتتحسن مع اي حد يقولها اي حاجة بثقة لان مفيش مرض عضوي بألام سببها نفسي وبتعذب صاحبها وصاحبته فالمريضة متحسنتش عشان بدأ اضاية الخبائس ومنعة الفراخ لكن عشان تنعت انها لقت العلاج المناسب او الشخص المناسب تتعالج معاه هتقول لي طب احنا يا دكتور ما كناش نعرف الرجل ده انت ليه بتتكلم عنه انت كده بتشهره هقول لك عندك حق لما تكلم عنه في قناة وصفحة عليها الحمدلله فوق المليون متابع وهو عنده 16000 متابع يبقى اكيد انا بعرف ناس بي وهم ما كانوش يعرفوه من الاول لكن اولا انا بتكلم عنه عشان اوعي الناس وحذرهم منه لان الشخص ده كل يوم بيسبب مشاكل وامراض ويمكن وفيات اللي ناس بتسمعه فيبقى نحاول نلحق ننقذهم ونبنع الضرر عنهم بدري ثانيا هو صحيح ما فيش حد لسه بيتابعهم لكن هو قاعد يطلع في قنوات كتير سواء مع حد محترم زي محمود سعد جايبه عشان يشوف ايه الكلام العجيب اللي هو بيقوله ده او زي قنوات كتير تانية بيدفع لها فلوس عشان يطلع ويحط رقم مبايله على الشاشة عشان الناس تحجز عنده نوع من الدعاية في الطب ممنوع والمفروض ما يحصلش في دولة محترمة زي مصر ثالثا والاهم لان كل شوية يطلع لنا واحد يخترع حاجة ويعمل فرقعة ويبقى تريند لفترة وده ان كان مقبول في اي حاجة تانية فمش مقبول في الطب فلما نتكلم عن دكتور فرانكشتاين ونفهم اللعبة ونعرف كتالوج الشهرة اللي بيشتغلوا بيه مش هنحتاج نتكلم عن كل واحد يطلع لنا بعد كده رابعا بقى انتو جايين دلوقتي يتسألوني يطلع اتكلم عنه ليه؟ وانتو بقى لكو اربع شهور هريني رسائل وتعليقات واميلات وواتساب ومسنجر بتقولي يتكلم عنه؟ خلاص طب انا غلطار ومش هردها رسائلكو تاني سمعك يا اللي بتقول انا حاسس يا دكتور ان انتو خايفين للراجل دي اخد منك السوق صح؟ يعني يا راجل يا طيب هو لو افترضنا ان ضاية الخبائس دي او طريقته في العلاج نجحت انا وغيري من الدكاترة ايه اللي يبنعنا ان احنا نعالج الناس بيها بكرة وناخد فلوس احنا كمان؟ يعني لو ضاية الخبائس ده فيه اي خير ما انا كمان ابدأ اعمل عنه فيديوهات من بكرة وابدأ اعالج المرضى بيه في العيادة واكلم الناس عنه وكل حاجة بالعكس هي دي طريق التطور الطب واحد يجرب حاجة وتنفع فالكل يستعملها بس تنفع بجد مش تضيع الناس وتدمر صحتهم خلاصة الكلام اي دولة محترمة فيها واحد زي ده بيقول انه بيعالج امراض مستعصية ما لهاش علاج في امريكا وانجلترا والمانيا واليابان لازم الدولة دي تجيبه وتقعد معاها تقول له ورينا بتعالج المرضى ازاي وورينا الدليل انه هم خفوا فعلا من المرضى وحاجة من اتنين يا اما فعلا يورينا انه بيعالجهم وانهم بيخفوا ويتبت دابل اشعات والتحاليل ساعتها الدولة تدعمه وتديله براءات اختراع وحتبق الدولة دي من اغنى دول العالم يما يطلع على الصاب وبيضحك على الناس الغلابة يبقى ساعتها مش كفاية ان عيادته تتقفل او انه انطرد من الجامعة لكن لازم يتحاسب قدام القضاء على المرضى اللي تسبب في تدهور حالتكم لما اقفوا العلاج ولازم يتمنع من الظهور في اي قناة او على اي شاشة ويمكن يدخل السجن لو طلع يستاه شوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم شكرا